أطلعنا يا خالد على تفاصيل عاملية الاقتحام لعدد من المناطق الفلسطينية وأيضا تحدثنا على الاجتماع الأمني الإسرائيلي إلى ماذا خلص صباح الخير مونة منذ تمام الساعة الخامسة نتحدث عن أربع ساعات منذ فجر هذا اليوم وعملية عسكرية إسرائيلية مستمرة هنا في بلدة يعبة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية مسقط رأس الشهيد منفذ عملية بن براك ضياء حمارشة نتواجد في هذه المنطقة المقابلة إلى منزل العائلة كما نرصد وإياكم دوريات لجيش الاحتلال عدد كبير من دوريات جيش الاحتلال الإسرائيلي تفرض طوقا عسكريا في محيط منزل العائلة الذي يواصل جيش الاحتلال اقتحامه منذ ساعات الصباح والفجر الأولى في هذه اللحظات إذ أن قوات كبيرة داهمت بوحشية المنزل المكون من ثلاثة طوابق اقتحمت المخازن السفلية وأجرت تفتيشا دقيقا بها وكذلك ايضا اعتلى عدد من الجنود سطح المنزل هذا بالإضافة إلى اعتلاء عدد من القناصة الإسرائيليين منازل الفلسطينيين المحيطة ويمنع التحرك في نطاق المربع الأمني اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وتأخذ هذه المواجهات منح التصعيد طالما العملية العسكرية مستمرة جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق القنابل الصوتية وكذلك ايضا الرصاص المطاطي صوب الشبان الفلسطينيين الذين خلال ساعات الليل الأولى وضعوا الكثير من العراقيل حاويات النفايات وضعوا الإطارات المشتعلة الحجارة لمحاولة عرق للتقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام جرافة داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة وأزالت العوائق ووصلوا إلى منزل الشاب الشهيد ضياء حمارش 27 عاما جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية هذا ما جاء في قرارات المجلس الأمني الوزاري المصغر إسرائيليا الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية تلك المتمثلة في قطاع غزة على الحدود خشية أن يكون هناك تصعيد والدفع بأربع كتائب إضافية إلى الضفة الغربية يضاف طبعا إلى سابقاتها الأربعة وبالتالي ثمان كتائب نعم استدعاء قوات الإحتيات هذه على مدى يدلل وإلى ما يؤشر يعني هناك خشية منا حقيقة من أن المنطقة تذهب باتجاه التصعيد هذا التصعيد كان تخوفا خاصة وأن الفترة الزمنية لهذا العام على مدخل شهر وحلول شهر رمضان تماما كما حدث العام الماضي وكانت شرارة الأحداث والمواجهات والتصعيد شرارة لإندلاع الحرب في قطاع غزة والتصعيد في القدس والداخل وكذلك أيضا في الضفة الغربية جيش الاحتلال يخشى أن يكون هناك سيناريوهات مماثلة للعمليات التي حدثت خلال الفترة الماضية تحديدا عملية بئر السبع عملية الإخضير عملية بن براك ليلة أمس والتي قتل في هذه العمليات 11 إسرائيليا وأصيب 18